كان معتاد النهاردة الليلة ما كانتش الخدمة علي أنا ببعته أنا ببعت لحوالي 750 من شعب الكنيسة أنا السلسلة من المفروض كان اسمها ما هو الهدف من وجود الكنيسة في العالم تحتاج باستمرار نسأله أنا مين وبعمل ايه في الارض مين أنا أنا زي ما انتم عارفين احنا بعمل شوية حاجات بالنسبة للبعض ممكن يتخيل انها صعبة او مش لكن انا بقول لكم ان ما بين الوقت والتاني ويا ما شفت انبهرت سامع صوت البكة وأنا بكمل الصلاة الناس بتبكي والناس بيعرفوا ان الله حي وانه موجود وان ربنا مهتم بالنفوس دي وبسرعة أنا بقول للناس المسيح بيحبك وبيدور عليك وتقدر تديله قلبك كنت قبل كده بقول يعني السيس او انا واعز وانا عايز احضر دراسة عن مين هو الانسان مين انا هل انت عارف انت مين؟ هل انت تعرف من انت؟ وانا مش بسأل على الاسم ولا العنوان ولا رقم التليفون انت كانسان مين انت بتعمل ايه في الارض؟ وفي كل المرات كانت الإجابة العالم لكن في مرات كتيرة احنا دونا الندرة احنا عايشين جوه الكنيزة ورغم كل شيء عظيم بنتعلمه وممارسة اسرار والتعليم لكن دونا الندرة بنحول الكنيزة لحصن منيع احنا بنتخل كأننا جوه الاسوار وبنحتمل وبنرجع لا نغطلب بغير المؤمنين فقط احنا صحاب مع بعض نتقابل مع بعض ناكل مع بعض نتحك مع بعض لكن برا في العالم اصدقاء وجيران وزملاء في العالم نحن لا نتكلم معهم عن المسيح وانا دايما لما اقول اتكلم انا بقول خلي زي ما جيه في رسالة بوترس الاولى ايه صح تلاتة حضر 15 راجعوا علي بيقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف كيف حياتك تخلي الناس تسألك انت فيك شيء مختلف تبدأ تشهد عن المسيح من سنين طويلة كنت ماسك المشتروات في شيراتون اللي هو بتاع تيرمال تلاتة المطار والمدير المالي بتاعي كان ممكن يخوفه بالعيال ما بيتحكش ما بيتحكش نهائيا انسان مكتئب مكتئب وممكن يبقى معدي عليك لا يسلم عليك ولا يكلمك اخش المكتب اقول له حاجة معينة يهز راسه وبعدين في مرة انا في الكوريدور وبعدين قال لي راح موقفني مسكني كده لدرجة انا قلت الظهر فيه مشكلة قال لي انا عايز اسألك سواهل وبيكلم بحدة احنا في مرات حياتنا بتصير غضب الناس بس ده بيبقى المشكلة مش في الناس لكن عدو الخير الممكن يعمل من وراء الناس قال لي عايز اسألك سؤال قلت لي تفضل اسألك قال لي انت على طول مبتسم كل الوقت مبتسم انت كسبت اللوترية فقال لي وقال لي حاجة بقى فيه اللوترية غلبة لها ارقام فقال لي بصيت له كده انا مش فاهم او بيقول اي يعني الكلام ده قبل ما اروح ادرس في الجامعة فانت لبخت قال لي لو تاري لو تاري قلت له نو نو قال لي يعني مابي انت غني يوارا ريتشمان فارحت عملت له كده هو طلعت له بيوبي وقلت له انا صرفت كل فلوسي اللي في مصر وعلي ديون بطريقة لا يتخلها واحد بس مضطر اعمل كده عشان ااكل بناتي وافتح بيتي قال لي طب ليه دايما مبتسم قلت له علشان الفرح ملوش علاقة لا بجيبي ولا اللي بره قال لي ليه علاقة بايه كان محموق قلت له بهنا المسيح في حياتي سر سلامي هو دا ياسوح فرحي ملوش علاقة وسلامي وابتسامتي بما هو خارج دل في قلبي وبعلي ادراج الوقت كده احتز واتأثر وبدل ما كان راح الكافيتيريا الموظفين بناك وفي الكافيتيريا سنزل المكتب بتاعه كلام ده مش فاكر كان خميس ولا ايجي في الويك اند يجي بقى يوم الاتنين الصبح تخلي المكتب قال لي عايز اتكلم معاك طول تفضل كان مناور كان زوق قال لي انا بقى لي حدة سنوات مجروح من ربنا مجروح من ربنا مش عايز اكلمه ولا عايز اعرفه ولا عايز اسمع زرته والسبب ان زوجتي خانتني فكان لازم تترك البيت كل ظروفي وحياتي مليانة اكتئاب سر الاكتئاب هو امور برا لكن لما انت كلمتني على المسيح سر السلام اللي في القلب والفرح واللي مالوش علاقة باي شيء حتى انت راجل عليك ديون على فكرة انا رحت البيت وركعت وتبت قدام ربنا والبارح رجعت كنيستي قالوا ربنا يباركك احباي الكنيسة رجاء العالم احنا كنا ماشيين في سلسلة وبعدين ابونا انجليوس ربنا يباركك وفضل انه يتكلم عن سلسلة مهمة اوي انا خدت خدمتين وكمفروض ابونا جوارجيوس فانا حتى كنت بتكلم معاه قلت النهاردة قلت له يا ريب تكمل والسلسلة دي احنا هنسميها الكنيسة رموز تقوس مباني مهم قوي انك تعرف حتى ليه احنا المبنى بنبنيه بالاسلوب ده ليه عدد الاعمدة الفكرة في الشرشيب عند الهيكل هنا هو الله البيضة بتاعت النعام دي بتعمل ايه فوق انا انا كل سنة بيجي الكنيسة هنا جروب امريكان ناس امريكان مشيناريز وبيزوروا وسؤالت السؤال ده ليه بيضة البجعة دي موجودة في امور بالضبط نعم سوري النعامة في اسئلة كثيرة مهمة نعرفها وده جزء من العبادة وكويس انحنا نتعلم فابونا هيكمل في السلسلة دي وانا قلت له النهاردة قلت له النفسي اطلب من اخواتي اللي بيصوروا لو نلاقي درون ونصور الكنيسة من فوق ونصور شكلها وندخل الكنيسة ونعدي على حامل الايقونات وندخل على الشهداء بتوعنا ونخش على الاباء ونصور والناس اثناء الخدمة يكونوا بيشوفوا الحاجات يو اي هوب ان احنا نعمل الكلام ده المهم انا هكمل انا اخدت خدمتين اللي عايز يتابعني انا اخدت برده كان مكان ابونا يوم خمسة يوليا انا اخدت من سفر اعمال الرسل اصح واحد وعدد تمانية يسوع بيقول وتكونون لي شهوداً وعمال الرسل اصح واحد وعدد اتنين وعشرين بطرس وقف وسط التلاميذ وقال احنا محتاجين نختار بديل لمين ليهوزا واختاروا متياز لكن هو قال نختار واحد عشان يكون ايه شاهداً معنا بقيامة المسيح ويسوع يقول تكونون لي شهوداً وشوفنا سفر اعمال الرسل اللي فعلوا بطرس مع التلاميذ ولما حضره من واحد يوم الخمسين حلوا الروح القدس على التلاميذ كانوا هما منتظرين موعد الاب يسوع اصح واحد اعمال الرسل لمدة اربعين يوم بيظهر وقال لهم لما بيحل لما لطبرحوا من ارشاليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي والتلاميذ قعدوا يصلوا مع بعض وكان معهم امنا العذرة مريم في اعمال الرسل اصحاح واحد وحل الروح القدس عليهم والرسول بطرس قعد يتكلم معهم وصرخهم والكتاب يقول ان هم رحولوا صفر اعمال الرسل اصحاح اتنين وعدد سبعة وتلاتين وتمانية وتلاتين قالوا لبطرس وللتلاميذ ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة ورد عليهم بطرس وقال لهم ايه توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا فتنالوا عطية الروح القدس وحاولنا مع بعض ان احنا نشوف ايه رسالة الخلاص ما هي رسالة الخلاص لان انا كنت بكلمكم عن الخلاص في المفهوم الارتودوكسي كان كتاب حوالي عندنا اتنين واربعين باعنا في المكتبة باقي حوالي اتناشر نصر ما زلت الى اليوم بقول ماينفعش تبقى ارتودوكسي ها ومنتش عارف عقيدة خلاصة روحات الكتاب ده فلاقينا ان عقيدة الخلاص هي الاستماع للكلمة الايمان التوبة المعمودية وبعين شفنا كده في عدد اتنين واربعين اصح اتنين ان هما كانوا بيوظبوا على تعليم الرسل والصلاة وكسر الخبز الافخارستية والشركة فدي كانت حياة التلاميذ لكن لما تكتب وتبص على سفر اعمال الرسل صح تسعة بعد مقتل استفانوس الكتاب يقول ان حدث اضطهاد على الكنيسة وتشتت الجميع وبعين يقولك والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة اذا هناك جهاد روحي في حياة المؤمنين لكن الرسالة بتاعتنا هي رسالة الخلاص مسيح بيحبك مسيح بيحبك احباي انا وانتم موجودين في الارض والرب سمح ان احنا نكون موجودين هنا في هذا المكان في مصصاجة في هذه الكنيسة لان ربنا في قلبه امور لعالمه اللي موجود محيط بينا زميلك في العمل جيرانك اصدقائك اخواتك في الكنيسة المسيح يريد انه يصل لهؤلاء وانا وانتم رجله وايده وقلبه ومحبته واحشاؤه احبائي مرة تاني الكنيسة هي رجاء العالم في ناس كتير عايشة ضيعة وعايشة في القطية ومحتاجين يسمعوا الرسالة اللي هي عندك انت احنا بنتمتع بكل بركات الخلاص لكن مع البركات هناك مسئوليات نعيش ونقدم الرسالة رسالة الخلاص امين امين اوكي خلينا مع بعض نكمل الخدمة يوم خمسة يوليا اخدت تكنون لي شهودا الكلام ده عمال واحد تمانية الاسبوع اللي بعده اهل بيت الله اتناشر يوليا اه والفكرة اللي انا عملته كنت بدور الكتاب يقول ايه عن الكنيسة الكتاب يتكلم عن تشبيهات من خلال تشبيهات ومن خلال صفات ومن خلال احداث وصف لينا ما هي الكنيسة والكنيسة احنا مش بنكلم دلوقتي عالمنا جماعة المؤمنين جسد المسيح وشوفنا شوفنا الكنيسة الكتاب يقول ايه كرونسس الاول اصحاح 12 عدد 27 يقول عن الكنيسة جسد المسيح كرونسس الاول صحاح ثلاثة من عدد خمسة لتسعة لما الناس عمالة كنيسة منقسمة وبتقارن ما بين ابولس وابولوس يقول لهم من هو ابولس ومن هو ابولوس انما نحن خادمان عملا مع الله وانتم فلاحة الله بناء الله الارض ربنا الروح قدس كل يوم بيحرط فيها ويشكل ويغير عشان يظهر صبر الروح فرح محبة زمال سلام طول انا ايمان لطف وداعة تحفظ ضبط نفس وكلمة بيت الله الكلمة دي معناها المكان المرتفع بسبب الحياة حياة المسيح قلنا غلط يا ستة عشرة الرسول بولوس يقول عن جماعة المؤمنين مين هي الكنيسة اهل بيت الله يقول اهل بيت الله سامحوني قفاسوس 2.19 يقول اهل بيت الله غلط يا ستة عشرة يقول اهل الايمان مين احنا مين احنا احنا اهل الايمان احنا اهل الايمان إحنا اللي عايشين في التكال دائم عن رب إحنا المسيحيون اللي حياتنا باستمرار نحو الشرق إحنا المسيحيون اللي حياتنا دايما مبنية على اللي بيقولوا ربنا لنا كلمة ربنا فرنس تانية صح خنسة وعدد سبعة لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان فور وي وقبع فيس نوت باي ايه باي سايد الذي يحكم فيي وحياتي وسلوكي والتصرفاتي وأهدافي واختياراتي وأوقاتي وبيتي وعلاقاتي وخدمتي هو مين كلمة ربنا كلمة ربنا كلمة ربنا فسنية تمانية وعدد ثلاثة بصول موسى يكتب يقول إيه لأنه إيه ليس بالخبص وحده يحيى الإنسان بكل كلمة تخرج من فم الرب يحيى الإنسان إحنا أهل بيت الله فأنت تشوف نفسك وتشوف حياتك وتشوف الامتيازات العظيمة اللي الرب إدهالك لكن في نفس الوقت الله يريدك أنك تخرج بكل هذه البركات أينما ذهبت تعطي فرصة للمسيح أن يكون بيستعلم من خلال حياتك ما أكثر المحطين بينا اللي محتاجين للمسيح أول مبارح أنا خارج من مكدونالز بجيب قهوة فأنا دست على الباب بتاعي تفتح فلقيت واحدة من السيدات مسكة الباب فأنا بحسبها هي بتفتحولي قلت له سانك سو ماش وخرجت أتريها بتفتحوا لحد تاني ما يهمش فمشي واحد قدامي كده وبصلي وقال لي هي مش بتفتحك إنت شكرتها عالفاضي أنا قلت له بس وقعت وكلمت عن حيات الشكر وأن ربنا حي وأن ربنا موجود وحتى أنا بقول شكرا أنا ده ربنا بيحسسني إن في ناس كتير حوالينا ممكن يكونوا بيستحقوا الشكر وبعين في الآخر قال لي بص أنا أنا ماليش في ربنا قهوة موجود بس أنا ماليش علاقة به مش عارف مش عايز أعرفه وبعدين أنا عايز أروح مراتي أوضي لها القهوة والموفن اللي موجود معايا قلت له بص فكر في الكلام ربنا حي وموجود وتقدر ترفع قلبك له ربنا عايزنا باستمرار أحبائي إن إحنا نكون مشغولين مشغولين بالآخرين بالآخرين بصوا الرب ما سابناش كده عشان تطمنوا الرب ما سابناش كده الرب علشان يهيقنا عصانا يا ما سمعت الكلام ده أستبوص إحنا مش وعاص مرة واحد قال لي يا عم انت دارس لهوت وحكيت أنا قلت الكلام ده أنا كنت مرة في لوريدا وماش على شط البحر وسمعت في الراديو إنه ولد صغير أنا أقول لكم الكلام ده قبل كده ولد صغير عنده حوالي خمس سنين جري ورا راجل عملاق خدم الزهر مشهور قوي في أمريكا وأنا دايما أقول مش فاكر اسمه عملاق كبير ورحم خبط على رجله من ورا كده فالراجل بيقوله بصله من فوق لتحت الولد الصغير بيقول هذا الرجل المضمن الضايع واللي كان بينتظره الهلاك قال له ياسوع بيحبك خمس سنين والراجل المعلق كان برنامج مسيحي بيقول الراجل ده عارفين الولد عمل ايه فتح الباب اتكلم ميشي فتح الباب للروح القدس الروح القدس فضل ورا هذا الرجل يبكته على الخطيئة الراجل دخل بيته تابقه قدام ربنا حياته اتغيرت واصبحوا الخدام المشهورين في أمريكا عائل صغير قال له ياسوع ايه بيحبه مش محتاج تروح تدرس لهوت نحتاج بس تحب الناس وتفكر وتصلي وتتفاجئ حد من السينيورز أنا ناسي اسمها ايه اه كان بتنزل وتزق وقر بتاعها وحتى تراكس حتى نوباز وكان عندها ادونيس تقف وتدي الناس تراكس وانا لما سمعت قلت لها ايه ليه هادم انها اتجهزنا للخدمة شوفوا الرسول بولس في رسالة افاسوس اصحة اربعة شوفوا بيقول ايه بصوا ربنا زودنا كلنا بمواهب روحية ما احنا ما نقدرش نعمل الخدمة الخدمة زكريا اربعة وعدد ستة ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحية قال رب الجنود دي مش عضلة دي مش دي مش شطارة الروح القدس معانا كل مؤمن مولود من الله في المعمودية اعطاه الروح القدس على الاقل موهبة وحدة ربما انت محدش يسمع عنك ها ها و لكن انت قلبك مليان رحمة ودايما موهبة الرحمة مرتبطة بالعطاء يعني انا لو افكر في بابا وماما هما كانوا كده ده اللي كانوا بيعملوه ماما كتير كانت تبكي وانا كنت اخر العنقود دايما مركز معاهم تقول له فلانا الفلانية الموضوع بقى صعب و فكان يرد يقول له يا ستي ايه دي ايه دي ايه دي خير ربنا كتير ادي وكنا نعدي على بيوت مع ماما وانا صغير ونعدي ونشتري اخضاء وفكهة ولحمة وفراخ ونروح نزور ناس وقف تكر بيت من البيوت راجل مشلول دايما قاعد على السرير كان يعمل لي كده وفي نهاية القاعدة ماما تقدم الصرف والناس دي بجيه ماما لا كانت خدمة ولا كانت مشهورة هو ما حد سمع عنها قال بابا بس كانت المواهبة بتاعتهم الرحمة والعطاء وانت نفس الشيء المواهب جات في الكتاب روم اسحاح 12 كورونس الأولى اسحاح 12 أفاسوس اسحاح 4 بوتروس الأولى اسحاح 4 ولما بنتكلم على المواهب الروحية دعني أقول عنها إيه لو أنا أستخدم كلمة إنجليز صح ممكنات روحية من روح القدس الموجود فينا يعطيني الإمكانية أنه يعمل من خلالي من أجل أنه يصل للآخرين كورونس الأولى 12 وعدد سبعة يقولك يعطي إظهار الروح للمنفعة منفعة مين المستمع سمعكوا مني بقول هو أنا عشان وقف هنا فهيجي لي اتنين فهم بقى أن أنا راجل بعلق اتنين واحد بمروح على إيد اليمين واحد بمروح على إيد الشمال يهولي أصلي أنا عندي موهبة لا شوف الكتاب بيقول إيه وعدد حداشر في أفاسوس أربعة نقول عليها آية مفتحية يعني إيه لو فهمتها السفر يتفتح قدامك أو الإصحاح أو الفكرة اللي رسول بوليس بيتكلم عليه ما يقول إيه بيكلم على الرب عمل إيه مع الكنيسة فأفاسوس أربعة دعني أطلحها هنا برده إنكيس لأن فيه جزء أنا عايزة أرى جميل جدا أفاسوس الصح أربعة ما يقول إيه وهو أعطى البعض البعض أن يكونوا رسلا هل نفترض نقول أصقفة هل كلنا أصقفة البعض البعض أصقفة البعض مطرنا البعض كهنة ها أمامسة وكهنة وشمامسة وخدام الروح قدس بيوزع إمكانيات روحية لعمل الخدول وهو أعطى البعض ها أن يكونوا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاء ومعلمين لايه ايه الهدف ايه الهدف عشان نيجي الكنيسة نسمع ونتعزى ونعمل كده ونعد نمازل بنعمل ازاي نقول طول واحد تاني يقول أثر آه خدمة حلوة والتاني يقول آه كل اللي بيحبس في الكنيسة له هادم من خلال هذه الرتب الروحية داخل الكنيسة وعليها وكانت الناس فهمة غلط فهمة أن الكنيسة بتدافع لا ياسوه مهلش الكنيسة بتدافع قال الكنيسة دي بتنادي بملكوت الله الكنيسة باستمرار للأمام نحو الشرق بتكسر حصون إبليس وبيخرج من الأسرة نفوس بتعرف المسيح وهكذا ينمو ملكوت الله على حساب إيه؟ على حساب الأسرة اللي كانوا عايشين لإبليس أسرة الخطيئة ها؟ قول عبودية لإبليس بيقول لأجل تكميل القدسين لعمل إيه؟ الخدمة، مين اللي بيعمل الخدمة؟ مين؟ مين؟ نو ليه الله وضع مواهب وتقاط داخل الكنيسة ورطب كهناسية على شان يعملوا إيه؟ ها؟ تكميل القدسين عشان إيه؟ مين اللي هيعمل الخدمة؟ الشعب الشعب ها؟ بيقول لك، الخدمة دي خدمة القسوس هو أنت، دي خدم بيكلم هنا حتى معناه في اليوناني لعمل الخدمة، الكلمة دي في اليوناني تعني الخدمة العملية ها؟ أبونا بياخد الاعترافات وبيشجعني وبيناولني وبيباركني ومعايا في كل الوقت، عشان لما أخرج برا الكنيسة أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أخدم في بيتي أولاً كل مرة تلقوني أتكلم أقول في بيتي أولاً لأن حرب الشرير في السنوات الأخيرة على بيوتنا باستمرار في بيتي أولاً أنا أقول باسم يسوع الأرض تبلعني أفضل لو أنا واقف أعلم وأنا ممكن أكون عايش حياة غلط في البيت كلين أنا أضعب باسم ربنا يرحمنا البيت أولاً شريك الحياة الأولاد العمل العلاقات الأقارب أن المسيح يكون يغير فيها لعمل الخدمة لبنيان الجسد المسيح اللي يقول تكميل كتا آر تيس إز كلمة دي ما تدقوش في اليوناني الكلمة تكميل دي كلمة خطيرة كلمة كلمة تكميل لها انشقاقات أو اشتقاقات دارين دارين ما نقول لكم لما جوموا يترجموا من اللغات يوناني أو عبري أخذ أقرب معنى ووضعوا ليه؟ لأن في كتير من الكلمات لها كدور فمش معقولة هيحط أربع كلمات لكن اختار معنى فيقول كلمة تكميل لأجل تكميل القدسين عشان القدسين يقوموا بالخدمة عشان القدسين يدركوا إيه الهدف من وجود الكنيسة في العالم جسد المسيح إيه الهدف إن ربنا جاب لك بيت معين في هذا المكان اللي أنت ساكن فيه وعين بحدود مسكنهم أنت ليك جيران ليك ناس هل رائحة المسيح طلع منك؟ المسيح وضعك في عمل معين ما هو الهدف؟ هل اكتشف زميلك في العمل إنك مؤمن؟ من عدة سنوات جلنا ناس اتنين في الكنيسة وبيتحكوا ندهوني قالوا لي تصور قالوا لي أخيرا اكتشفنا بعد أربع سنين إن إحنا شغالين في نفس المكان واحد منهم قال لي لدرجة أنا مكنتش عارف إن هو مسيحي قلت لهم تبصهم بلاش أعلق لأ لا تزعلوا مني تزعلوا مني إحنا في عملنا شغالين عند ربنا مش على قد فلوسهم شغالين عند ربنا نمثل المسيح صحيح علموك هنا قال لك تكلمش عن المسيح في العمل لكن ممكن بعد العمل بتروح تشرب قهوة أو زميل تعبان ليك ومجرب بتقول له هصليلك تكلموا بالتليفون وبعدين لو إنت عايش للمسيح زميلك هيسألك هيتكلم معاك لأجل تكميل القدسين لعمل الخدمة كلمة تكميل لها معنى بقى معناها كومبليتنج تكمل معناها أجين معناها أنك تعمل برفيكتنج أن الإنسان يتحسن باستمرار ويتكمل باستمرار أبونا لا ينتظر مني أو الكهنة أو الأصقفة أو رئيس الأصقفة أن حياتي النهاردة بعد عشرين، ثلاثين، ثلاثين، أربعين سنة في الكنيسة تكون هي هيسا الهدف هو من أجل إعداد وتأهيل وتدريب وتجهيز وإصلاح حياة المؤمنين القدسين حتى تتغير حياتهم باستمرار ويقوموا بالخدمة العملية خارج جدران الكنيسة هناك كلمات جميلة قوي بقى بص بص على عدد أنا بكلم من أفاسوس الصح 4 عدد 13 إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان التعليم يقول أن الكنيسة يبقى مستوى الإيمان مرتفع فيها عندنا إيمان إيمان نبيا تقوى أنا كل يوم حد بعد الكنيسة لما بقى لابس شماس وقف وبص للناس بعد ما نتناول والكنيسة تخلص ألاقي في فرح والناس فرحانة حياتنا بتتغير إيماننا بيرتفع إلى وحدانية اتفاقنا يكون هناك اتفاق بنا وبين بعض أن ربنا أمين وأن ربنا متم بينا وأن ربنا ناظر لحياتنا إلى وحدانية وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح كي لا تكونوا كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكرن إلى مكيدة الضلال بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاكة الذي هو الرأس من المسيح إيه الهدف بتاع المسيحية؟ إن حياتنا باستمرار تتغير ونتشبه بالمسيرة ونعيش في الأرض فالناس ترى فينا أن المسيح حي مش كي دايماً أقول للأباء اللي عندهم عيالة صغيرة أولاد صغيرين قال لهم على فكرة جدوا بالكم أول لقاء لأطفالنا الصغيرين مع المسيح بيكون من خلالكم أنتم الولاد بيصدقوا أن المسيحي لكن لو عندنا عقلية أنا بكيب عيالي وارميهم في الكنيسة من الكنيسة غضبان وماشي في الباركينج ناحية عربيته وكان فيه شخص موظف جاي متأخر من عمله فلاقي الرجل بيتكلم بصوت عالي وغضبان في الباركينج مالك في إيه؟ عندهم مشاعر أمامي عارفين يعني إيه علاقة مع المسيح لأنهم شافوه فينا الكنيسة بتعمل كده أحبا إيه؟ نحن ممثلين للمسيح داخل المكتبع كارزين باسمه شوف فيه لحان وحطينا عالشاطق وحطينا عالشاطق وبعدين نشرين الشباك فأنا كنت أمشي كده أقول بعد مصطادهم حطيني الشباك عشان إيه؟ تنشف من الميا مزبوط؟ ومال إيه؟ برافو برافو ما فتفيلها تكميل القدسين تعني كنيسة بتساعدني إنه لو هناك نقائص وضعفات في حياتي وشخصيتي مسببة لهروب إيه؟ السمك؟ السمر السمر من حياتي فالكنيسة بتعمل عملية من خلال مواهب عملية إصلاح عشان أتخلص باستمرار من خلال ضعفاتي عشان أكون خارج جدران الكنيسة بمثل المسيح نوره ملح ما هو الهدف من وجود الكنيسة في العالم؟ هل فكرتوا في السؤال ده؟ إحنا بنعمل إيه في الأرض؟ أس وإنتم كمان أنا مش عارف أنا بعمل إيه؟ أنا قلتي أحسن أنا مش عارف ربنا خلقني ليه؟ الموت أفضل أنا بعمل إيه في الدنيا دي؟ ما هو أنت مش عارف أنت بتعمل إيه؟ لأن البداية مش من هنا البداية من فين؟ من هنا أعرف المسيح أو ما كانتوا في حياتك الناس طراء في حياتك ربنا خلقني لكي ما يعلن نفسه ليه ومن خلال إيه؟ للآخرين فالطريق عشان أكتشف هدف الحياة أني أعرف ربنا أولاً ولما أعرف ربنا الله سوف يعلن ليه أنا بعمل إيه في الأرض؟ أنا بعمل إيه؟ ما هو الهدف من وجود الكنيسة في العالم؟ أحبائي بصوا أنا أنا الأسبوع ده والأسبوع اللي فات الصراحة كنت بقرة في إنجيل يوحنى الصلاة الشفعية ليسوع اللي هي في صحح ها ها سبعتاشر برابو إنجيل يوحنى صح سبعتاشر يسوع كان بيصلي للتلاميذ لكن كان بيصلي لينا إحنا مش كده كان بيصلي الجسد للكنيسة كان بيصلي الجامعة المؤمنين ها نشوف كلمة ربنا بتقول إيه؟ آآ الحديث الوداعي تقدر تقول إنجيل يوحنى 14 إنجيل يوحنى 16 لكن إنجيل يوحنى الصح 17 دي صلاة يسوع الكنيسة ها يراه في حياتنا وتبقى الأمور دي معروفة عننا إحنا إحنا في بلدنا كان دايما يقولوا على المسيحين معروف عنهم إنهم إيه؟ ها هيا نانا أمناء إيه كمان ها عندهم عندهم محبة كان فيه أمور معروفة عن المسيحيين ده عمل المسيح في حياتنا في براكات صلاة يسوع المسيح تكلم يسوع بهذا ها مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا في الصليب في الموت وفي القيامة ها إذا أعطيته سلطانا أعطيت يسوع سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته وبعين عدد ثلاثة يقول إيه؟ وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته حياة الأبدية يسوع هو الحياة الأبدية قبل ما تجسد شو بقى؟ أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك كلامك والآن علموا أنك كل ما أعطيتني هو من عندك لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا إني خرقت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني من أجلهم أنا أسأل لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي وأنا ممجد فيهم المسيح يتوقع أنه يكون ممجد فينا يعني إيه زهر تقلح دوره شخصيته تظهر فيها في سلوكي في كلامي في صرفاتي المسيح بيصليلي عشان يكون ممجد فيه الناس تشوفه من خلال حياتي فالناس تحصل إيه تقترب منه تشتق له ها؟ والعكس إيه؟ صحيحة أهم بتوع الكنيس أكيد سمعتوها أنا سمعتها أهم مش دول بتوع الكنيس عجبك التصرفات دي والتصرف ده لا 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 يسوع بيقول ممجد فيهم ظهر فينا ظهر ظهر فينا ها؟ أنا في عدد كام يا أولاد عدد تسعة أريو شور طيب طيب عدد حداشر زي ما سلوى قالت أنا عمال أدور على عدد حداشر عندي يا سلوى ولست بعد في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن حين كنت معهم انتبهوا بقى لبعض الكلمات ليكونوا واحدا كما إيه؟ كما نحن تخلنا على العدد كام يا سلوى عدد 12 هنبدأ عدد 12 حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتهم حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب مين هو ابن الهلاك يا جماعة أنا أشوف البالي مين دا ابن الهلاك يا جماعة ها أنا كبرت وداني مين ابن الهلاك اللي هلك من وسط التلميذ مين يهوزة ودي كانت نبوة دي كانت نبوة عن يهوزة في مزمور 41 وعدد 9 ها داود النبي داود النبي ها أيضا شو بيقول ايه مزمور كم 41 41 أنا قلت 41 وعدد 9 شوف النبوة اللي جات عن يهوزة عجيبة شوف الروح قدس بيقول ايه على لسان المسيح في مزمور 41 وعدد 9 شوف يقول ايه ايضا رجل سلامتي الذي وصقت فيه رفع علي ايه اكل خبزي رفع علي عقبه عجيب اوي يسوع بيقول على يهوزة رجل سلامتي دا الروح القدس بيكلم على نبوة على لسان داود عن مين عن يسوع يسوع بيقول عن يهوزة رجل سلامتي كأنه بيقول ماي بيست فريند في العبري صديقك اصل النية بتاعته دايما النية مقدسة فالاخر وقت كان بيتعامل مع يهوزة بيقول يهوزة اكل معي عيش و ايه عيش و مالح ورفع علي عقبه هو المسيح مش غسل رجل يهوزة لا ومش كده وبس ها لما التلميذ فاكرين الذي كان يسوع يحبه مال عليه وقال له مين اللي هيسلمك كان ايه انجيل يوحن صاح كام تلاتاشر الكتاب يقول ان يسوع غمز اللقمة وقدمها المين ليهوزة صوروا بقى في تقليد الاوقات ديات انا قلتلكم ان في واحد اردني عمل معي كده هو مسك المنسف بايده كنا جروب كبير الكل راح غرف من الطبق وانا منتظر بقى يعني اتضع بقى اخر واحد وراح هو مسك المنسف وعمله كده بايده وراح جيه وقال ليه افتح بقك وانا لاني فاهم التقاليد انه معناها بيقول لكل الناس اللي موجودين انه فلان انا مكرم ايه عنده فبيأكلني بايده يسوع عمل كده مع يهوزة ده لاخر لحظة بيقول له يا يهوزة انت مكرم عندي فالآية بتقول واحد بس هو اللي هلك انا رقم كام تلتاشر تلتاشر اما الان فاني اتي اليه واتكلم بهذا في العالم ليكونوا لهم فرحي كاملا فيهم انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم لست اسأل ان اأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم قدسهم فحقك كلامك هو حقك كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم قال انا مش باسأل انك تاخدهم من العالم بل انت حفظهم من الشرير حياتنا انا وانتم في اتجاه الشرق والعالم في اتجاه ايه الهرب يا حبيبي حبيبي يسو حبيبي كما ارسلتاني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم ولاجلهم اقدس انا ذاتي ليكونهم ايضا مقدسين في الحق ولست اسأل من اجل هؤلاء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب في وانا فيك ليكونهم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد انتم لاحظين الكلمات اللي بتتكرر مش كده كلمة واحدة قررت واحدا واحدا يونيتي وحدة انا فيهم وانت في ليكونوا مكملين الى واحد وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونوا معي حيث اكون انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني لانك احببتني قبل انشاء العالم ايها الاب البار ان العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك وهؤلاء عرفوا انك انت ارسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم فعل مدارع مستمر ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكونوا انا فيهم مبارك اسم الرب يبارك الرب لنا كراءة كلمته المقدسة انا انا عايز اجري انجيل يوحان اصلاح 17 وعدد 11 بيقول ايها القدوس احفظهم في اسمك اللذين اعطيتني ليكونوا ايه صلاة المسيح ليكونوا ايه واحدا واحدا يسوع بيتوقع انه يرى في جماعة المؤمنين اللي بيملقوا الكنائس واللي في بيونهم واللي في اعمالهم يتوقع انه يرى فينا ايه الوحدة الوحدة انتظار المسيح انه يرى الكلام ده في الكنيسة احنا مش بنلعب كنيسة احنا مش بنلعب كنيسة صلاة يسوع بيقول له ارى الوحدة في وسط شعبي ها في وسط كنيستي يكونوا واحدا كما نحن بيكلمة على وحدة السلوس صلى يسوع ان الوحدة تكون واضحة ها ليه اصلا انا وانتم احنا مفديين بدم واحد احنا لينا معمودية واحدة احنا لينا روح واحد احنا لينا مخلص واحد احنا رايحين لكم سماء سماء واحدة ده من المفروض يكون سبب للوحدة بيننا وبين بعض لينا الروح الوحد ها الروح قدس فينا ها وريحين لسماء واحدة مش اربعة ولا خمسة ها ها الرسول الرسول بولس بلاش اخش على بلاش اخش على روميا لا بلاش اخش خلينا 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 في الوحدة اليسوع بيصلي من اجلها عايزين تشوفوا استخدام الوحدة الوحدة ليها نتائج يسوع بيصلي لوحدتنا لكن ابليس بيشتغل من اجل ايه تفرقنا انقسامنا ان بيوتنا تكون بتنقسم ان الكنايس تكون بتنقسم ان يكون في انقسام داخل الخدمة في الكنيسة يكون هناك انقسام في العمل يسوع بيصلي من اجل ايه الوحدة الوحدة ها شوف بقى تكرار كلمة الوحدة في سفر اعمال الرسل اللي احنا بنقول سفر اعمال الروح صح واحد وعدد اربعتاشر شوفوا اهمية الوحدة في الكنيسة وسط جماعة المؤمنين الكتاب يقول هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبات بنفس ايه اتفاق بيني وبينك بنطلب رب واحد داخلنا ثقة ان هو سامع يا سامع الصلاة اليك يأتي كل البشر ها في اتفاق وحدة ها اعمال الرسل اصاع اثنين وعدد واحد ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة احبائي الروح القدس لا يحل وسط جماعة منقسمة شاما دخلنا كنايس حسينة براحة وسلامة وفي كنايس حسينة بايه بنزعاك سنين طويلة دعيت من احد الكنيس عشان اوعز دخلت وكنت ورا وليت نفسي مخنوق مخنوق مش عارف اعمل حاجة رحت خارج ودخلت الحمام قفلت باب الحمام على نفسي وبدأت اصلي يا رب انا يا سوع المسيح يا رب ما تسمحش ان روحي تتأثر يا رب اعطيني قوة يا رب املاني بحضورة وقفت وعص الوحدة مع الوحدة تجد البركة تجد حضور ربنا مع الوحدة بين بابا وماما نجد البركة في البيت الوحدة 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 صح اتنين وعدد اربعة واربعين وجميع الذين امنوا كانوا معا بنفس واحدة اعمال اتناشر وعدد ستة اربعين وكانوا يوظبون كل يوم في الهيكل بنفس واحدة وحدة بين الجميع اعمال الرسل اربعة اتنين وثلاثين وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركا شوفوا النتيجة اعمال اربعة وثلاثة وثلاثين شوف نتيجة القلب الحلو نتيجة الرحمة نتيجة التفكير في احتياجات اخواتي وزملائي شوف النتيجة نتيجة الوحدة يقول ايه وبقوة عظيمة شوف التكرار قوة الروح القدس الخدمة بقوة الروح القدس خدمة الخادم نتيجة مسحة الروح القدس واستقرار الروح القدس عليه ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود يقول لك وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم شوف كلمة عظيمة قررت ازاي شوف الوحدة بتعمل ايه شوف نتيجة تأثير الوحدة ما بين الخدام داخل الكنيسة والشعب وفي بيوتنا يكون هناك تأثيرات الروح القدس لما يكرر الكلمة عايزك تنتبه يقول لك نتائج تفوق عقلك وتفكيرك كلمة عظيمة قررت كم مرة مرتين قررت مرتين الوحدة فكسر الوحدة داخل الكنيس وفي بيوتنا لها تأثرها على خدمتنا على شهادتنا لنحترس ازا بصي انا مش اقدر انا حبايبي اللي بيصور دول الخدام اللي هما في الخفاء بيتعابوا طول النهار وقدسات وفي الصيب افراح وجنازات فمش عايز اصهرهم خاصة بيبراجعين من شغلهم روميا اصح 14 وعدد 19 بيقول فلنعكف اذا لنسع لنكتهد على ما هو للسلام والبنيان عبرانين 12 14 بيقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد رب مزمور 34 14 بيقول حد عن الشر واتبع الخير اطلب السلامة واسعة وراءها بيقول لك دي بارد فروم ايفل اندو جود سيك بيس اندرسو اخدوا من الوحدة والانقسام شيء عجيب قوي لما تقرم فرسالة كونوس القول اصح 11 وغالبا عدد 18 الرسول بولس نقول القونتكست القرينة اللي كان بيكلم فيها بيكلم على الافخارستية والتناول من جسد الراب كان بيكلم ايه ما ينفعش يكون فيه ايه انقسام انقسام خدوا بالكم خدوا بالكم صلاة يسوع الوحدة كنيسة المسيح كنيسة المسيح من المتوقع ان الناس يرى في حياتنا وحدة 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 مع اخواتي وحدة مع الخدام وحدة في الكنيسة وحدة في العمل ده امر مهم جدا 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 اصل الكنيسة احبائي هي هي رجاء ايه العالم رجاء العالم ما يميزنا هو الوحدة يسوع يقول ايها القاب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا الوحدة داخل جسد المسيح هي الصفة تميز جماعة المؤمنين العالم بيراها فينا يا ما سمعت انتوا بتحبوا بعض انتوا دايما متحدين مع بعض انتوا بتخافوا وبتهدموا بعض وحدة اصل دي صلاة يسوع ها التي تعمل عبر الصور صلاة المسيح للكنيسة اللي جماعة المؤمنين هو بيصلي استقبل النهاردة صلاته ليك ولو في انقسام في بيتك النهاردة لو في انقسام في بيتك مع شريك الحياة استقبل صلاة المسيح في حياتك من اجل الوحدة اطلبها اطلبها وتوب عن الانقسام لانه لا يريد انه يسوع يراه في حياتك الهدف من وجود الكنيسة في العالم لكي نشهد للمسيح عشان نقدم الحب والشفاء والتحريد من العبودية والخطيئة الابليس عشان نقود الناس للمخلص يسوع لغفران خطياهم والنوالهم الحياة الابدية مبتدئين من خلال بيوتنا بيوتنا الوحدة صلى كمان من اجل حاجة تانية ها ها في صلاته في صلاته الشفعية في انجليو حنة 17 صلى من اجل الوحدة ومن اجل حاجة تانية الايه نسامع المحبة ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا المحبة المحبة عشان يكون فينا المحبة الصادقة ها الصادقة ولما كتاب بيكلم عن المحبة مش بيكلم عن مشاعر ايموشن الرسول يوحنى في رسالته الاولى صح ثلاثة وعرض 18 يقول يا اولادي اه يقول ايه الشاهد يقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بايه بالعمل والحق المحبة العملية فاكرين فاكرين في يعقوب ايه يعقوب اتنين يقولك شافوا ناس محتاجين وتعبنين قالهم اذهب وايه واستدفئة لا 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 دي مش المحبة العملية دي مش المحبة العملية المحبة اني اقوم بعمل صالح من نحو الآخر اني املأ او اسدد احتياج المحبة العملية داخل كنيست الراب محبة صدقة ها انجيل يوحنى شوفوا بقى ارتباط المحبة بالوصية انجيل يوحنى صح 14 وعدد 21 الذي عنده وصيايا ويحفظها فهو الذي ايه يحبني والذي يحبني يحب ابي وانا احبه واثر له ايه ذاتي المحبة مرتبطة اني احب ربنا احبائي المحبة تستند على قاعدتين انا بسميه كبري المحبة كبري المحبة محبة الله ومحبة الاخرين ها الكبري ما ينفعش يوقف على ايه قاعدة واحدة لو قاعدة اختلت محبتي ربنا القاعدة التانية محبتي الاخرين هيحصل لها ايه هتختل المحبة يسوع بيصلي ان يكون فينا المحبة المحبة العملية روميا 13 وعدد 10 الكتاب يقول المحبة لتصنع شرا للقريب هي تكميل النموس احب الله واحب الاخرين love does no wrong المحبة بحب قوي اللي هم تكلم عن المحبة اقول المحبة تعمل ايه والمحبة ما تعملش ايه ها نجد الكلام ده في كرونس الاولى صح ايه صح المحبة صح ايه طيب ما انا عايز حد اعملت تاخد كل الجوائز هي يا جماعة كرونس اولى صح 13 ما الذي تفعله المحبة ما الذي لا تفعله المحبة اختي اتفضلي ما الذي تفعله المحبة ما الذي لا تفعله المحبة المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ها ولا تحتد ولا تزن السوق ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق تحتمل كل شيء تصدق كل شيء ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا ايه لا تسقط ابدا لا تزول محبة المسيح ينظر لكنيسته ها انا اخلص عشان اخواتي اللي بيصوروا عشان حبايبي خارجين من اسبوعين متهلين ها 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 راجعوا انجيل يوحانا صحيح 17 شوف صلاة المسيح يصلي ان المحبة تظهر فينا محبة العملية اللي بتطلو بخير الاخرين وان يكون فيه وحدة بيننا وبين بعض وحدة بيني وبين اختي اللي بتخدم وحدة حقيقية ها المحبة لا تقبح لا تقبح لو انت مش مقتنع بخدمتي ما انفعش وانت قاعد بتاكل مع اخواتك تبدأ تكلم سلبي دي مش محبة او انا اتكلم عليك كلام سلبي دي مش محبة ها نحن نختلف عن اهل العالم اختلافنا هو بالمسيح اللي موجود جوانا ها يسوع قال انتم ملح الارض هو الملح بيعمل ايه تحالي قرابي تحالي قرابي ها عايزك تبصي لاخواتك الملح بيعمل ايه الملح بيعطي طعم للاكل ايه كمان ها هو مفيش خرسال ولا بترد ياولاد اي هلو الملح بيعطي طعم ايه كمان بايه بيحفظ الوسط طبعا بيحفظ يحفظ يدي طعم احباقي انا وانتم اينما تواجدنا هناك طعم لحياتنا محبة المسيح فينا عشكا ياسوع يقول انتم ملح الارض لكن انفسد الملح لا يصلح بعض الاشيء الا ان يطرح ويداس ايه من الناس دي الحياة بقى ايه اللي بيداس من الناس في وسط العالم انا ملح مين حياتي ملهاش تأثير فانا في وسط العالم كاني منداس مع العالم وعايش مع العالم وبعاك يقول لهم انتم نور ايه العالم اه يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يخفون سراجا ويدعونه تحت ها سراجا ويدعونه تحت مكيال بل على المنارة فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يمجدوا ايضا اباكم الذي في السماوات ما هو الهدف من وجود الكنيسة في الارض احنا نور للعالم عارفين لما يسوع يقول انتم نور العالم معناها العالم عايش في نور ولا عايش فين في ظلمة ظلمة الخطيئة العالم عايش في ظلمة الخطيئة واحنا محاطين بكسرين كل يوم بيهلكوا وهما عايشين في ظلمة المسيح يقول انا نور العالم هو المخلص هو الرب هو اللي بيشفي هو اللي بيحرم العبودية الإبليس ولا الخطيئة هو اللي بيشفي القلب المجروح يسوع الكنيسة رجاء العالم والناس محتاجة انها تسمع الكلمات دي مننا مننا فيه هدف من وراء وجود جسد المسيح في العالم احنا بنيجي الكنيسة وبنتعلم بيكملونا من خلال التعليم عشان نتغير ونتطور ونتشبه بالمسيح نمارس الأسرار عشان حينما نخرج خارج جدران الكنيسة نعمل ايه لعمل الخدمة نعمل الخدمة يكون لنا تأثير في بيوتنا وفي علاقاتنا وفي أعمالنا ما ينفعش ابقانا مع زمايلي في العالم بنيم على مين؟ على المدير لا 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 يا رأيكو هل هينا نوقف على رجلنا ونختم بالصلاة انا قلت نقطتين بس على الأقل يمكن سبع نقطة انا كنت كتابهم تفضلي عشان نران